13 عاماً وليبيا غارقة في الفوضى السياسية والأمنية التي تبقيها ضمن مرحلة انتقالية تحت مظلة توافقات سياسية تدعو في العلن إلى حل الأزمة وفي الباطن توافق بين الخصوم على إدارة الأزمة السياسية وليس الحل والتي تصل أحياناً إلى حافة الحل ثم تعود أدراجها كما كانت إلى المربع الأول اليوم عقد مجلسات دولة والنواب اجتماعاً بالقاهرة هو الثاني بعد اجتماعاً سابق في تونس في القاهرة اتفق 130 نائباً على خريطة سياسية لإنهاء الانقسام السياسي تبدأ بتشكيل حكومة موحدة وصولاً إلى إجراء الانتخابات لكن البيانة الصادرة عن الاجتماع لم يحدد موعداً لإجراء الانتخابات المؤجلة كما خلى من أي إشارة لحسم الخلافات بين المجلسين حول الميزانية العامة للدولة التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق اثنين تقديم مقترح خارطة الطريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات ثالثاً تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسير شؤون البلاد رابعاً ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسات الذي يزيد من استشراء الفساد والغلاء والتدهور غير مسبوك للأوضاع المعيشية للمواطن خامساً دعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي ونبقى في ليبيا حيث التزمت حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد دبيبة الصمت حيال انتقال اشتباكات الميليشيات المسلحة إلى مدينة صبراتا الواقع غرب العاصمة الترابلس بعدما اندلع قتال متقطع مساء أمس بين قوات تابعة لمدينة صبراتا ضد قوات تابعة لمدينة العشيلات وذلك بسبب خلاف على الحدود الإدارية وكان وزير الداخلية الليبي عماد ترابلسي قال في تصريحات للحدث ان قادة الميليشيات جميعا وافقوا على خطة امنية للخروج من ترابلس قريبا منوها إلى أن مدينة الزاوية لا تزال خارج الصيدرة في ملف انسحاب كل الأجزاء الامنية الرسمية والقوات المسلحة تتبع السركان لمقراتها وافساح الشغل لجل الشرطة هذا جاء على طيب خاطر من كل أجزاء الامنية أنا نتكلم عن جهاز دعم الاستقرار على جهاز الوضع جهاز الأمن العام الشرطة القضائية نعم اللواء 111 اللواء أربعات فوق دعم مدريات عن طيب خاطر وبالعكس أنا اتحدثت مع كل الأمراء لهذه الأجزاء الامنية وبالعكس مستعدين يقدموا حتى أنكانيات ما عندها الأجزاء الامنية هذه يدعموا الشرطة للوقوف في الشارع متى سيعودون مع الوزير؟ متى ستعود كل هذه الأجهزة التي تحدثت عنها إلى تقنات؟ بإذن الله في القريب العجل الصراع اللي حاصل في الزاوية هو شيء مؤسف جداً ما ندرش أني نتغاضى ونقول أني وضع أمني في الزاوية ممتاز كوزاة داخلية الحقيقة ما عندي ليش سيطرة في مدينة الزاوية نهائية حقيقة كان مدينة الزاوية ليش؟ لأن الزاوية أحل مدن فبراير عندما نتكلم الزاوية نقول الزنتان ونقول مصراتا ونقول بنغازي هذه مدن التورة عندها عدد تسليح كبير إذا تم الاتفاق ما بين الجهات المسلحة في الزاوية نحن مستعدين نقوم بخطة أمنية في الزاوية في خلال 30 يوم من القاهرة ينضم إلينا نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقاً عبد الحفيظ هوقا ومن فريس الكاتب والمحل السياسي الليبي كامل المرعاش مرحباً بكما أبدأ من عندك أستاذ كامل لآتي بعدها إلى ما جرى في القاهرة مع الأستاذ عبد الحفيظ أستاذ كامل من يحمي المدنيين من فوضى السلاح والميليشيات في ليبيا؟ في الواقع لا يحميهم أحد بكل آسف وكل التقارير التي كتبها المبعوثون الدوليون إلى مجلس الأمن هي كذب وافتراء وتزييف للواقع والحقيقة لم يقوموا بمهامهم في حماية المدنيين رغم أنه قرار مجلس الأمن الأول الذي أجاز التدخل في ليبيا التدخل العسكري لحلف الناتو وغيرها من الدول الأخرى كان بغرض حماية المدنيين الآن ومنذ 2011 المدنيين لا يجدوا من يحميهم من تغول الميليشيات ومن سطوة اللصوص والعصابات التي تكونت بعد 2011 وخصوصا أتكلم على الغرب الليبي كل مدن الغرب الليبي أكثر من 25 مدينة في الغرب الليبي تحكمها الميليشيات لا يحكمها لا عماد طرابلسي الذي هو أصلا ميليشياوي الذي يدعي أنه وزير داخلية ويقول بلسانه أنه لا يسيطر على الزاوية وفي نفس الوقت وهنا المفارقة نجده يوقع اتفاقيات مع التشاد لإعادة المهاجرين إليها التشاد التي تبعد عن طرابلس أكثر من 2400 كيلو والتي لا يسيطر عليها لا عماد طرابلسي ولا ميليشياته ولا كل الميليشيات التي تحكم الغرب الليبي يوقع معها اتفاقيات لإعادة اللاجئين بل يعيدهم الدبيبة بإعطائهم الأموال للعودة الطوعية كما تعمل أوروبا الأخرى للأسف سوف يأخذون هذه الأموال أموال الشعب الليبي ويعودون بعد 48 ساعة من ترحيلهم بالطائرات هذه هي حقيقة الأوضاع المأساوية والكارثية التي توجد فيها ليبيا ومن خلال حكم حكومة فاسدة لا تسيطر على شيء لا تسيطر على مدينة الزاوية التي لا تبعد 20 كيلو متر عن العاصمة طرابلس هذا هو الواقع المأساوي الكارثي الذي تحاول حكومة الدبيبة إخفائه عن العالم والبعتة الأممية مدانة مدانة سنأتي على البعثة الأممية وأمور أخرى وتدخل الدولي في مسألة حفظ الأمن والاستقرار يا أستاذ كامل سأتي على كل هذه النقاط أستاذ عبد الحفيظ مرحبا بك هناك اجتماع في القاهرة هناك الكثير من الاتفاقيات دائما يتفق الليبيون على عدم التدخل الخارجي ومسألة طرد الميليشيات وفوضى سلاح وغير ذلك منذ سنوات وسنوات وهذا السيناريو يتكرر ماذا يفعل هؤلاء الساسة النواية تسبق الأفعال الأفعال على الأرض غير موجودة لماذا في البداية التحية طيب لك أخي ولمشاهديك الكرام ولضيفك أهلا وسهلا الحقيقة يعني هذه الاجتماعات لا جدوى ولا فائدة ترجى منها والجميع يعلم ذلك بما في ذلك النواب أو أعظام دولة الذين يجتمعون اجتمعوا في تونس منذ قرابة ستة أشهر في بداية هذا العام وهذا الاجتماع التاني ونفس الكلام الممجوج الذي يرددونه وأنا أستغرب أن يأتي في بيانهم الحديث عن احترام سيادة وإرادة الليبيين ولا أدري هذا الخطاب يوجههم وهم لا يحترمون إرادة الليبيين إرادة الليبيين تدعو إلى انتخابات منذ أعوام طويلة هم الآن عقد من الزمن عشر سنوات كاملة وهم في السلطة ولم يقدموا شيء على الإطلاق وبالتالي عليهم أن يحترمهم إرادة الليبيين ويعيدوا الشرعية إلى أصحابها ويفسحوا المجال لإجراء انتخابات ولكن أعتقد أن هؤلاء ليس لديهم شيء يقدمونه والحل لن يأتي أبدا عن طريق هؤلاء هؤلاء هم سبب المشكلة الذين بقوا منذ العام 2014 في المشهد السياسي المأزوم وهم سبب ما آلت إليه الأوضاع في البلاد بهذا التعنت وأنت تنظر ماذا يحدث في غرب البلاد من فوضى لا أحد يسيطر عليها على الإطلاق وبالتالي لا يوجد من يعول على هؤلاء في حل الأزمة تخيل أكثر من مئة شخص ضاقت بهم ليبيا لا يجدون مكان يجتمعون في ليبيا من تونس إلى المغرب إلى القاهرة وهكذا وكلها يعني من باب ضر الرماد في عيون الليبيين ليس أكثر من ذلك وبالتالي أنا لا أرجو خير هؤلاء أينما توجهوا لا يأتوا بخير أبدا لا لليبيا ولا لليبيين ولا لسيادة ليبيا وليس في إمكانهم تقديم شيء على إطلاق للليبيين وبالرغم من ذلك يستمر في هذا المشهد العبثي اجتماعات وحوارات لا نتائج ملموسة لها طيب أستاذ كامل الداخلية وكذلك ما يجري الآن في طرابلوس من مسألة اللاجئين والتفاقيات هذه التي تحدثت عنها لا يمكن أن تساهم في خفض التوتر وحماية المدنيين بمعنى أنه خطوة أولى على الطريق الصحيح أو أنها فقط هي غلاف من أجل شرعا شيء ما مثلا كانت هي عبارة عن مشهد إعلامي يجلس فيه سيدة بيبة مع رؤساء دول أخرى ومع الاتحاد الأوروبي وربما يتوسل إليهم أن يدفعوا له بعض المال لاحتواء مسألة الهجرة هذه هي الواقع وهذا هو الهدف من إقامة مثل هذه اللقاءات الدولية هي لتزيين وتسويق صورة أدبيبة باعتبار أنه شخصية محترمة وأنه يمثل الدولة الليبية وهو في واقع الأمر لا يمثل شيء وربما شوية يتوسل للحصول على بعض الأموال من الاتحاد الأوروبي ويوزعها في نهاية المطاف على الميليشيات التي تسيطر على مفاصل الدولة في ليبيا وخصوصا التي تسيطر على منصات الهجرة التي تزعج أوروبا هذا هو الواقع يعني وإلا كيف نفهم السيد وزير الداخلية وقع اتفاق مع تشاد وهو لا يسيطر على حدود لا تشاد ولا النيجر ولا الجزائر ولا حتى تونس يعني بالآمس فقط كانت عندنا مشكلة في رأس جدير هذا المنفذ بقي مقفولا أكثر من شهر ونصف والسيد الترابلسي يوقع اتفاقيات للهجرة يعني هذه منتهى لماذا قوبل يا أستاذ كامل المرعاش بيان القاهرة بالصمت من حكومة دبيبة تستطيع أن تفسر لي هناك خصام هناك عدم توافق ولكن في محتوى البيان أنه من أجل فضل نعم هو يعني لو أنا حتى أبدأت كل الأمل في هذا الاتفاق ومش اتفاق هو بيان يعني في نهاية الأمر في نقطة واحدة فقط ممكن نتفق فيها وهي تشكيل حكومة جديدة هنا المفتاح يعني الآن الحالة الملحة في ليبيا هو رفع يد الفساد عن ليبيا رفع يد حكومة أكبر حكومة فساد في العالم رفعها عن ليبيا وإلا ليبيا ستنتهي إلى الهاوية وستجد البلاد نفسها مفلسة بفعل هذه الحكومة التي تنهب ليلة نهار والليبيون غافلون والليبيون يعيشون حياة مأساوية إذا نجحوا في هذه الخطوة وهي إعادة تشكيل حكومة جديدة يبقى هذا انتصار عظيم للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة ولكن هذه النقطة جاءت مع نقاط أخرى كلها فضفاضة ولا تغني ولا تسمن من جوع وأنا أؤكد على الكلام الذي قاله الأستاذ عبدالقادر غوقة أن هذه الاجتماعات لن تأتي بحل لليبيا الحل ربما يتفق عليه الليبيون في الداخل ويكون أوله إزاحة هذه الحكومة وتفكيك الميليشيات التي تسيطر على الغرب الليبي اسمح لي أستاذ كامل أسأل أستاذ عبدالحفيظ حل الأزمة الليبية دون ذلك لن يحصل شيء أستاذ عبدالحفيظ يعني كل الذين يجتمعون يذهبون بعينين مفتوحتين شاخصتين ضمن انقسام بين حكومتين هو شيء جيد تقلص الانقسام من ثلاث حكومات إلى حكومتين الآن عسى أن تصل الأمور إلى حكومة واحدة ولكن الكل يعرف بأن عقيلة صالح لا يمكن أن يطأ طرابلس إلا بموافق التكالة وعبد الحميد الدبيبة والعكس صحيح ما قيمة هذه الاجتماعات إذا كان من يمسك بالأرض كذلك من سلاح لا يقتنع أو لا يسمع صوت من يجتمعون هذا كلام صحيح شوف أخي حكومة واحدة هذا أمل كل الليبيين لإنهاء حالة الانقسام تكون لدينا سلطة تنفيذية واحدة ولكن هذا لن يتأتى عن طريق المجلسين أنا أقول لك أن ذلك لن يتأتى على الإطلاق لماذا؟ لأن هذه الحكومة التي تسيطر على الغرب الليبي هي حكومة التي جاءت عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق بحثة الأمم المتحدة هي لم تأتي بإرادة الليبيين وهذا شيء معلوم عن طريق الحوار الذي رعات الأمم المتحدة في جينيف وبالتالي أنا أقول بأن هذه الحكومة لن تذهب إلا بالطريقة التي أتت بها لماذا؟ لأن المجتمع الدولي يصر على التعامل مع هذه الحكومة وبالتالي هو لا يقبل أي حكومة تشكل من أي جسم سياسي رأينا كيف تعامل مع الحكومة التي تشكلها البرلمان الذي يدعي أيضا أن له الشرعية في تشكيل الحكومة لا أصبح لدينا اتفاق سياسي للأسف الشديد أصبح حبر على ورق لا مبادئ حاكم لهذا الاتفاق ولا اختصاصات كما نص عليها الاتفاق تمارس من قبل الأسلام التي أتى بها هذا الاتفاق وبالتالي أصبحنا أمام وضعية شائكة الحكومة لن تشكل أنا ثق بأن هذه الاجتماعات لن تصفر عن شيء بما في ذلك تشكيل الحكومة نتمنى كما ذكر مفاتيح الحل أستاذ عبد الحفيظ لدينا حكومة واحدة طيب مفاتيح الحل لم تقترب من يد الليبيين هم وكلاء كما يوصفون من بعض الشخصيات هم وكلاء للدول النافذة صحيح نعم نعم وأنا أقول ذلك صراحة وبكل أسأ أقول ذلك وإلا لكن أمام إرادة وطنية تفرض الحل ولكن هذا غير لا يتأتى على الإطلاق وبالتالي صدقني أن عن طريق هذه المجالة لن يكون حل ولن تكون حكومة واحدة وطنية والأمم المتحدة يعني مندوب وراء مندوب يعني صرنا عشر مندوبين الآن أو تسع مندوبين الأمم المتحدة دون حل هي تدير هذه الأزمة ولكن لا تبحث عن حل وإلا كان السيد المبعوث السابق يعني شكل اسمح لي أستاذ عبد الحفيظ أنا ولي تذهب هذه الحكومة وقد تأتي حكومة نعم نعم أستاذ كامل بدقيقة فقط انخفاض سعر الدينار الليبي أمام الدولار الوضع المعيشي الوضع التعليمي الصحة غير ذلك لن يحرك شيئا في هؤلاء الذين يجتمعون هنا وهناك دائما يبحثون عن أماكن خارج جغرافية ليبيا لأن هؤلاء مستفدين من هذا الوضع ولا يمسهم لا الجوع ولا الفقر ولا تعخر الرواتب ولا انقطاع الكهرباء ولا الوضع الصحي المتردي ولا التعليم المتردي هؤلاء يعيشون رفاهية رواتب عالية وميزات كبيرة جدا لا تقارن وبالتالي هؤلاء لا يشعرون بمعاناة المواطن الليبي ولكن أقول لك على المجتمع الدولي ودعني من هذه كلمة المجتمع الدولي هناك الدول فاعلة في ليبيا عليها أن تنظر إلى ليبيا وعليها أن تنظر بواقعية الآن لدينا حكومتان فالنعم المقارنة بين حكومة الشرق التي تعمل ورئيسها شاب ويستطيع هذا الشاب يستطيع أن أسامة حمد نعم حكومة وحدة وطنية لأن لديه الخبرة ولأنه كان اشتغل في طرابلس من الممكن أن يعول على هذا الشاب في أن يكون هو رئيس هذه الحكومة هذا الشاب قام بإنجازات كبيرة جدا كذلك عبد الحميدة بيبة شاب يا أستاذ كامل إذا كان العمر فيه شيء من التوازنات عبد الحميدة بيبة شاب وأنت شاب والأستاذ عبد الحفيظ ليس العمر أنا قصدت بأن نعم أنا قصدت بأنه شاب واشتغل وزير في طرابلس ويعرف دولاب الدولة الليبية والمؤسسات في طرابلس يستطيع أن يتعامل مع الجميع ويده هنا أؤكد نظيفة أما يد السيد عبد الحميدة بيبة ليست نظيفة السيد عبد الحميدة بيبة جاء ما دليلك يا أستاذ كامل أستاذ كامل ما دليلك على أن يد السيد عبد الحميدة بيبة غير نظيفة هذه كلها قصة معروفة لأن هذه العائلة غارقة في الفساد انظر إلى ملفات الفساد التي تهز كل مؤسسات الدولة في طرابلس انظر إلى زعماء الميليشيات كيف تغولوا وكيف حصلوا على مئات الملايين من الدينارات من أعطتهم هذه الميليات؟ من أعطى كل هذه الأموال لقادة الميليشيات الذين هم الآن يتحكمون في الغرب الليبي؟ انظر إلى ملفات الفساد كل يوم هناك فساد يا سيدي بلاش أنت كلام غسان سلامة لم يقل يوم أنه يولد في ليبيا كل يوم مليونير هذا لم يحدث في بنغازي هذا يحدث في طرابلس أنا أقول إذا المجتمع الدولي في الحقيقة يريد توحيد حكومة فهناك حكومة شرعية جاهزة يمكن أن يعول عليها في أن تقود مرحلة انتقالية قصيرة لتنظيم انتخابات طيب أستاذ عبد الحفيظ اسمح لي أستاذ كامل اجتماع القاهرة كذلك أتى على نقطة مسألة تشكيل لجان فنية وأنت تعرف يقال كلما أردت أن تدفن مبادرة ما تشكيل لها لجان فنية تدرسها تشكيل لجنة تشكيل لجنة طبعا أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة وهكذا نعم أما قالوا أسمح لي أستاذ كامل أسمح إجابة الأستاذ عبد الحفيظ أما قالوا أنه سوف يصدرون خارط الطريق طبعا تفضل تفضل أستاذ عبد الحفيظ تفضل شوف أنا قصة لجان عندي تعليق يعني علقت علي صبق يعني عندنا لجنة خمسة زي خمسة وعندنا لجنة ستة زي ستة وقلت لك قد يكون أمام لجنة سبعة زي سبعة أو تسعة وهكذا يعني هذا عبث يعني هذا زيادة في تأزيم الوضع السياسي المأزوم أصلا في ليبيا الحل أنا أقول لك طالما نحن يعني هذه يعني قدرنا أن نكون أمام بحثة أممية وهي التي تدير المسائل في ليبيا وفترة من الفترات في إحدى المرات الأمم المتحدة هي التي كانت تدير السلطة في ليبيا في فترة السيد غسان سلامة لاحظنا أنه كيف يجتمع بالمسلحة وكيف ينهي القتال عندما يتفجر في العاصمة ولا تستطيع أي سلطة ليبيا أن تفعل ذلك هذا أمر أصبحنا وبالتالي الأمم المتحدة هي التي مطالبة باستبداد هذه الحكومة وأن تأتي بحكومة واحدة والمشكلة ليست في الأسماء من يقود الحكومة هذا أو ذاك لا لدينا العديد من الكفاءات ولهم باع في حمل السياسي الليبي ولكن أؤلاء غير موجودين في المشهد السياسي الليبي شكرا جزيلا لكم من القاهرة هذا الإسم أو ذاك شكرا جزيلا لكم من القاهرة نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا لساد عبد الحفيظ غوقة ومن باريس أشكر الكاتب المحل السياسي الليبي لساد كامل مرعش شكرا جزيلا لكم من القاهرة اشتركوا في القناة